مشاهدين الكرام إن الصراع بين الحق والباطل سنة كونية وهو قديم يمتد لعصور وقرون ترأسه شرذمة الكفر من يهود ونصارى ومشركين وانبرأ أولئك لمحاربة الإسلام بوسائل مختلفة فتحطموا وتكسرت على حقيقته الثابتة نظرياتهم وجذلياتهم وأقوالهم المزخرفة وتكشفت بنوره تزيفاتهم وأكاذيبهم وأباطلهم وظل الإسلام بحقه ونوره يتحدى كل مخالف ويصرع كل مصارع ويطحن كل محارب يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وإن من بلائنا فئة من بني جلدتنا هي بمثابة بوق عدونا لا دور لها سوى ترديد كلامه لكن بصوت أعلى آلة صماء يديرها على ما شاء ويديرها كيف شاء يحركها للفتنة فتتحرك ويدعوها لتفريق الصفوف فتستجيب وتجيد التخريب يريدها العدو أن تكون حم تنهك فتكون طاعونا يهلك يريدها لسانا فتكون لسانا وعينا وأذنا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع وفأسا للقلع ومعولا للصدع ما يشاء العدو إخماد حركة إلا كانت على يديها الهلك آلة صماء في يد عدونا يديرها كيف ما شاء فصدق فيهم قول القائل وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب فقد صدقوا ولكن من ودادي وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي يا قومنا أجيبوا داعي الله